سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء اختصار مفاتح العام على تطبيقكم عفونا على هاتفكم سامسونج قوم بالضغط هنا على ضبط اليدرات بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانية الوصول بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التفاعل والمهارات بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مفاتح العام بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على اختصار مفاتح العام وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفاعل اختصار مفاتح العام وهكذا نكون قد قمنا بحليل مشكلة ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة هناك في فيديوهات القادمة ان شاء الله